يلا احنا على اوه على اليوتيوب على اوه على اليوتيوب هتتصدمه كلام مهم اهلا بيكم عزيزي المشاهدين على اليوتيوب اهلا بيكم على التوك توك احنا وصلنا 35000 لايك على التوك توك و60 واحد متواجدين 68 عايز اكتر عايز اكتر المستشار نبيل بيقول 50 الف لايك و200 واحد متواجدين عشان الحلقة خطيرة الحلقة خطيرة المستشار نبيل هيتكلم عن نبيل النقيب قبل ما يطلع مع محمد رحومة ويعلن ايمانه نبيل النقيب بعد ما طلع مع محمد رحومة واعلن ايمانه ايه اللي تغير مفاجئات مفاجئة ايه النفاق المسلمين يعيشون في نفاق مسلمين ومسيحيين المسيحيين اتأثروا بالاسلمة المسيحيين اتأسلموا في معتقداتهم وفي طرق معيشتهم معدش في الوضوح النقاء معلش ما تزعلوش مني احنا بنتأثر ببعض استقافة الاسلامية قاتلة زي السموم تمسكك تجذبك تعمل منك مسخة المستشار نبيل معانا تعالوا في الاول نبدأ بالايقونة بتاعتي الترنيمة بتاعتي انا عايز عايزكم جميعا تيجوا كتير اهلم بيك يا رين اهلم يا نجاد اهلم بيكم يا حبيب اهلم بيكم دينا اهلم بيك يا دينا قولي اهلم جاي الماسي انا ديلي الترطة اربعة يام ما بعملش حلقات اول حلقة النهاردة بعملها كنت تعمل شوية طبعا وما بقولش نااسي اهلم بذش شكرا اهلم بي الرجاة والسبيل وحب واشوى جد الحقوي والحق المعين لحفظين للأم روماني على البيت تيوتر على البيت جسمي ستقومي في المرطبين مواروا لي جي المسيح عارش زجل بسم الاب والابن والروح القدس لهواحد امين نبدأ الحلقة نرحب بسيادة المستشار نبيل النقيب مساء الخير يا ركتور محمد صباح الخير عندنا يا عم صباح الخير عندنا احنا في امريكا حبيبي صباح الخير عندك في امريكا ومساء الخير عندنا هنا في مصر وصباح الخير على كل اللي عندك في امريكا وفي توقيتك بيسمعنا تلاميذ جدد للمسيح نشهد ونعلن ونقر بخلصنا من حالة النفاق وحالة الكذب وحالة الخداع التي كنا نعيشها والآن نعيش بكل طهارة في الروح لأننا كنا نسلك كجسديين لا نعرف قيمة الروح ولكن عندما حن علينا المسيح لأنه لما قال رجل إسرائيل أو معلم إسرائيل نيكو دوموس هاتلي بقى بعد إذن حضرتك كده إنجيل يوحنى لأن إنجيل يوحنى بيعلمنا كل صغيرة وكبيرة عايزين في إنجيل يوحنى عايزين إصحاح ثلاثة إصحاح ثلاثة من بدايتك آه كان إنسانه من الفريسين لأن الإصحاح ده مهم جدا ليه مهم جدا يوحنى كان قد أخبرهم أنه ليس هو المسيح يوحنى لما صرخ صرخته بما إنه هو الصوت الصارخ هو الضوء اللي جاي قبل المسيح عشان ينبههم عشان يعرفهم إنه خلاص الآتي جاي عشان كده لما بيقولوله اللي انت قلت عليه بيعمد والناس كلها بتروح له شوف كان رده إيه رده كان في قمة الأهمية الحبيب يوحنى والقدس يوحنى بالذات أو الرسول يوحنى بالذات في كتابته الكتابة دي جات يا دكتور محمد عشان بس الناس تتعلم وتعرف إنه الإنجيل ده آخر إنجيل كتب وده كان السر في إنه ربنا حفظ يوحنى أطول عمر ممكن لأنه البائيين كلهم كانوا راحوا السماء بداية من يعقوب يعقوب أول واحد لن أبتت أطعد وخلي بالك محدش رأبته تتقطع لأجل حد يا دكتور محمد محدش يضيع نفسه لأجل كذبة محدش يتأتل لأجل وهم وهو ده المسيح عشان كده لما يحنى الرسول يحنى والكديس يحنى في إنجيل بيقول إيه في إصحاح واحد كان إنسان مرسل من الله اسمه يحنى أصحاح واحد العدد ستة هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته لكي يؤمن الكل بواسطته نعم يعني المسيح هو النور الذي يجب أن يؤمن الكل بواسطته دي أول قعدة لم يكن هو النور بل يشهد للنور كان النور الحقيقي الذي يبرر كل إنسان آتيا إلى العالم الذي ينير ينير وكون العالم به ولم يعرفه العالم إلى قصدته جاء وخاصته لم تقبلوا وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون بإسمه يبقى كل من يقبل المسيح هو المؤمن بالله المؤمن بإسم الله طيب المؤمن بإسم الله ده هل يحق بقى كده إنه يتساوى بالمؤمن بغير إسم الله يعني أنا فاكر وإحنا صغيرين وإحنا صغيرين لما كنا بنصلي كان فيه دعاء في آخر التحيات كده كان يقول لك بعد ما تخلص التشاهد وانت قاعد تقول التحيات تقوم تقول إيه اللهم إني أسألك بإسمك الذي سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت به أحدا من خلقك أو استأثرت به عند الغيب عندك ده دعاء بيقوله كل مسلم في آخر الصلاة المسلم اللي بيفهم يعني لا أنا كنت مسلم ما بفهمش حد سألت وأهو و هو بيقول الدعاء ده إيه هو الإسم ده يسوع أي ما هو إنت دراس أحد بيقولك اللهم إني أسألك بإسمك الذي سميت به نفسك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يبقى إذن هناك اسم لله هو ربنا مستأثر به في علم الغيب نعم هذا الاسم جاء يوحنى ليشهد له يشهد لإيه بقى؟ يشهد للنور عشان بس كل مسيح يعرف هو مؤمن بإيه ما هو إن كنت ستقف على قعدة واحدة أو على أرضية واحدة مع غيرك يبقى أنت بتعيش مأساة صح يبقى أنت بتدي فرصة للتجديف على اسم المسيح وصلني وصلني أنا سابق تتكلم مش عايز أقطع عبل عفكرك لأنك تكلمت معي الصبح أكتر من ساعة أنا كنت مجدود ومجدوه ومفاجأ بما تقول وبما تفسر أنا مش عايز أقطع عفكرك مش عايز أقطع عفكرك بس عايزك إيه؟ أوصل للغرض عشان تتقل فيه ماذا تريد أن تقول أنا أريد أن أقول أنا أريد أن أقول أنني جربت الحياة في كل الاتجاهات عشت الحياة مسلم وعشت الحياة ملحد وعشت الحياة مؤمن بالمسيح في السر وعشت الحياة مؤمن بالمسيح في العلن يعني 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 هتقارن بين حالتين عشتهم مهمتين جدا كيف كنت كيف كنت في الخفاء وكيف أصبحت في العلن نهارك فلح اتفضل يا عم اتفضل يا حاضرة المستشار ادخل ونظرة الناس لي وأنا في الخفاء وكيف أصبحت نظرة هؤلاء الناس لي وأنا في العلن يا رب يسوع يا رب يسوع وعلاقاتي بالناس وأنا في الخفاء وعلاقاتي بالناس وأنا في العلن بشكر ربنا على أنه أعطاني هذه التجربة أن أعلم أن كل كلمة كل كلمة وكل حرف وكل رسالة وصلتني من المسيح فهي حق يا رب يسوع لأني لما علمت بحال المسيح مع اليهود حال الناس الآن مطابق تماما لحال اليهود مع المسيح يا رب ما زال للآن الإنسان ينظر إلى المسيح نظرة اليهود كيف اليهود استكسروا على المسيح أو استكسروا على يسوع الناصري أن يكون هو المسيح المسيح في نظرهم ملك هيجي يحررهم من حكم الرومان ويخليهم أسياد العالم أو ملوك العالم وبالتالي ما زالوا ينظرون أصلا كمان إلى القضية على أنها قضية ملك أرضي المسيح مش كده خالص المسيح جاي يملك الأرواح المسيح جاي يحرر الروح يا دكتور محمد المسيح جاي يسترد الإنسان من الهلاك لأنه آدم عصى نتيجة عصيان الترد من الجنة نازل إلى الأرض فسد في الأرض حتى أن إنتاجه تمثل في أمرين دي كلها رسالات للإنسان بس الإنسان غبي والإنسان أعمى عشان كده لما قال لهم أنتم أقولوا له أحنا عميان قال لهم أنتم مدام منتو فهمتوا دلوقتي أنكم عميان تبقوا عميان أنا فكرة أنا فكرة أن أيد حيوة أو أيوة مدام تلهمت لكم عميان تبقوا عميان وعشان كده عشان كده المؤمن بالمسيح هو الذي تغيرت روحه هو الذي تحرر من شهوات الجسد لابن آدم هو الذي هجر كل ما يمليه عليه ابن آدم الفاسد يعني المؤمن بالمسيح لا يجذب أبدا أنا قبل ما أؤمن بالمسيح كنت بكتب قبل ما أؤمن بالمسيح كنت بظلم قبل ما أؤمن بالمسيح ما كنت ش أشوف الصورة الحقيقية للإنسان قدام أنا مللت من دور المنافق اللي هو موضوع حلقتنا النهاردة مش عارف أعيش من جواي حاجة وبر حاجة قدام الناس طيب أنا عايزك تكلمني عن نبيل قبل الإعلان نبيل قبل الإعلان كان المسيحيين بالذات في مصر شايلينه فوق دمخه كل كلمة كنت تكتبها على صفحتي تتنقل على الصفحات التانية وعلى المواقع التانية قال المستشار نبيل النقيب قال المستشار نبيل النقيب عملت فيديو مرة والفيديو ده موجود على اليوتيوب لو أنت دورت عليها تلاقيه وقت ما كان الحرب جديدة جدا من قبل الشباب اللي اسمهم معاذ عليان والشباب اللي هم بيتبنوا أسلامة الكبتيات ودي قضية خطيرة على فكرة لأنه العيال المسلمين لقيين أرض خصبة يلعبوا فيها لأنه البنت اللي بتروح أنا قلت في الفيديو ده ايه بقى دكتور محمد قلت البنت اللي بتروح تأسلم دي لو عرفت لو عرفت أحكام معاملة المرأة في الفقه الإسلامي عمرها ما تعمل كده ما تعرفش لأنها ما تعرفش وفي نفس الوقت كمان للأسف الشديد لا هي في البيت ولا هي في الكنيسة عرفت المسيح لأنها لو عرفت المسيح كانت تبقى زي مريم ومارسة ده مريم بتقوله لو أنت هنا ما كانت مات يا رب يا رب شف السقل اللي عندها شف السقل اللي عندها بتقوله لو أنت هنا ما كانت العذر مات لو كنت هنا يا سلام ما الحياس لو عارفين لو عارفين كويس الراجل اليهودي الأعمى اللي المسيح صنع له العنين خلاء له خلاء له مش خلاء له المولود أعمى خلاء له العنين يا دكتور محمد نعم الراجل ما كانش لؤنين أصلا المسيح الخالق نعم فالمسيح خلاء له العنين فلما كوم اليهود بيحوروا الراجل ده وبيقولوله ده خاطئ قال له بقوله زي ما أنتم عايزين عليه إنما هو فيه خاطئ شبقه هو فيه خاطئ بيفتح عينين هو فيه خاطئ بيفتح أعمى يا رب يسوع يا رب يسوع فالعيال البنات دول لو لقوا أب وأم وكنيسة تعلمهم المسيح وتعرفهم المسيح ما هو يا دكتور محمد من الحاجات اللي أنا هجمت عليها وما زلت وهاجم عليها ظهوري مع حضرتك ليه ليه أيوة الأول أنت قلت لي كنت نجم ياخدوا كلامك يا باشا ده فيديو عملت في المناسبة دي فيديو عملت في المناسبة اللي أبتخذ في البنات دي خدوه ناس شيروه أربعين ألف مشاهدة في ساعتين وأنا معرف ده في ناس اللي قلت لي بعد ما اطلعت معاك وأعلنت ده نبيل بيعمل كده ده نبيل بيعمل كده عشي الفلوس ده نبيل عايز بزمتك وانت أكتر واحد أدرب حالي اللي ربنا يعلم بيه أنا عط تشير لمعيش تلفون لأن لمعيش فلوس أجيب تلفون ولا لقيته في المحمد حصل ولا ما حصل حصل والغريبة اللي بعت لك جزء من المبلغ بنتنا المتنصرة اللي انت عارفها الغلبان أصد الغلبان أصد بعت التلاتة وواحد بعت لك ستة تسعة تجيب التليفون عشان تعرف تطلع معايا وتتكلم معنا لأن خاص وطلقت أهبل وروح تشتري التليفون الودحك علي وقال لي مركة مش حلوة ومش عجبان اسمها ريدمي ولا مش عارب ايه كده المهم ان مكتبك اتأثر ما فيش شغل وانا عندي مكتبة باشا وانا ده عندي قضيتين ثلاث لا اكتر الهال بس انت قلتلي مرة انك كسبت 700 الف في قضية ده زمان قبل ما تعلن ايمانك بالمسيح قبل ما اعلنت ابعا 700 الف فضية وضيع اعطوهم انا مبحبش الفلوس يعني هم قالوا لك انت اطلعت مع رحومة تعلن ايمانك عشان الفلوس اما ليه ورح ام يلم فلوس ورح ام يجمع فلوس ورح ام يخرب بيوتكم انا مش شايف الكلام اللي بتقولوه ده انا مستعد للسما وواحد يوم واحدة كتبة على صفحيتها اه صدقني والستيط اللي كتبت على صفحيتها دي يا تدو در محمد السيط دي في يوم الايام عشان خاطر المسيح مستشار نبيل تعال احضر معانا جلسة شنودة واكر الوضع الصغير اللي كان اسمه شنودة ايوه 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 موضوع التبني اه لما راجل وست الوضع اللقوه في الكنيسة والراجل رائع الكنيسة الله يبريك له ربنا ينيح روحه لانه راجل ده تنيح ادقى للراجل والست الغلابة دول عشان ربوه ما كانش عندهم اطفال انا عفوا اه يا بشر احنا عندنا 8 مليون طفل هنا مرميين تحت الكبارج انا 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 عايزك تكشف دي مهمة انا عايزة اتمحى منك تاني لما دخلت لقيت اتنين بيطرافقوا وبيقولوا كلام لا الكلام ده دكتور محمد بنسجل على التليجرام وشاهد عليه اكتر من خمسمائة بنى ادم مش انا انا مبدعيش اللي عنده الكلام ده يبعته لان انت لما خدوا منك التليفون يبدوا فرنطوه شالوا منه كل حاجة يا بش ما خلاص اللي سرق التليفون ده انا بقول انه سرقة متعمدة اه طبعا سرقة متعمدة اه كان ايه ايه اللي انت سجلته على التليجرام في ذلك الوقت انا ما سجلتي ده هم ناس من اللي كانوا حاضرين اللي كانوا دعيني للحضور وليه صور معاهم عادلك الصور عامليني زعيم رحت الجلسة وكانت فاطمة نعوت موجودة والمحامين المسلمين اصحاب اللي هم العلمانيين لما لقوني يجون معايا دخلوا الجلسة انت واخر بالك ودخلنا الجلسة وطبعا كان محامي الراجل والستة ننسيت اسمه والله يدي له الصحة بس الستة اسمه امال كان محاميهم الاستاذ نجيب جبراهير ربنا يدي له الصحة والاستاذ احمد ماهر احمد عبد ماهر ايوة انت وبعدين دخلت الراجل بدأ المرافعة الراجل الطيب كان داخل شهر رمضان ماهر يقوله دوقتي اللي هيسمح الكلام دوقتي هيقولك نبيل النقيب ومحمد رحمة بيحملوا فتنة لا مش بنعمل فتنة ربنا اعلم دي بلدنا بدمنا نحميها ماهر تلاقيت الراجل بيبدأ المرافعة وبيقوله معروف بعد تهنيته بشهر رمضان المبارك بيقوله انه معروف يا معالي الرئيس ان الزمي في مصر له احكام والاستاذ احمد عبد الماير بيقدم مذكرة فيها اقوال الفقهاء في احكام الزميين يا لهوتي انا مني وبينك النار قدت جواي انت ماكنتش اعلنت ايمانك بعد معانا ولا اعلنت ولا اعملت حاجة ده في ناس بس كده كيتعارفين ان انا بحبهم انا بحب عشان كنت بقى على السوشيال ميديا بحب المسيحيين طيب وقفت انت النار كلت قلبك وقفت واتكلمت وقلت دي نر ربنا بقى دي نر الروح الكدس اللي انا كنت مصر على كتمانه انا اللي كنت غبي اتفضل لو قفت قلت له يا ريس بعد اذنك انا محامي مسلم ماليش علاقة بالموضوع بس الموضوع بقى يخص الانسانية الدولة دلوقتي بتاخد الطفل ده وتغير له اسمه وتغير له ديانته وهو عايل عن دربة خمس سنين لا يعرف دين ولا يعرف غيره يغير له اسمه ويرموه في مسحة بدل ما يسيبوه في خضن الراجل والست يتمتع يتمتع بروح الابوة وروح الامومة وبالحياة السعيدة وبعدين عايز اقولك على حاجة بقى ريس انت جدك الخامس كان مسيحي يا لهوتي نبيل جبرايل واحمد نجيب نجيب جبرايل دفتر محمد له كل الاحترام والتقدير الناد هنا الناد هنا باش ناس لها وضعها وليها اتصالاتها وقدرين انهم يعملوا فينا اي حاجة بعد الشر عليك خلاص انا مش هتكلم بس انا معروف لا انا 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 اللي بقولك اهود معروف معروف موقفي منهم هذا منافق والاخر والاخر ينافق ايضا مستغلا جاء للمسيحيين والمسلمين وبيدافع عن العبد ماهر بيدافع عن الاسلام بضراوة يا سيد الكريم يا سيد الكريم يعمل اللي هو عيد احنا ننادي بالخري بعيد عنك انت ملك مالي بعيد عنك انا اتكلم عن رأيي انت هتعجب رأييييييييييييييييييييه ى انا اتيان يا ويد يتصل بيك تعال اعمل كذا تعال الساعة عشره بالليل تعال اعملي فيديو رد على معاذ عليان وكنت بروحه بعمل بعدها باتصل بيه قال لي لا معلش أستاذ نبيل السيتيليفوني مش رائب اتراقب فجر يا باشا ما هو كنت باسوبه هو بيتكلم مع ابتال الأمن وانا هو الأمن مش عارفني يا دكتور محمد انتك ملف كده يا باشا الملف دي قد كده من زمان مش من النهار ده ما هو أضياء بتاعته هي فليدة المحمد أضياء استني بص 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 كده بص كده اهو يا سيدي اهو ظاهر عندك كده ايوه ظاهر اهو ظاهر ظاهر اهو ظاهر حبيبي نفاذا لقرار النيابة العامة الصادر بشأن ضبط وإحضار المتهم نبيل محمد عبد العزيز النقيب محامي حر لضبط أي أجهزة حاسب آلي ثابتة أو محمولة خاصة به أو أي أدوات أخرى وعليه قمنا اليوم بالانتقال وبرفقاتي قوة من وحدة مباحث قسم كده لتأمين المأمورية وبصحبت الرائد مش عارف مين ومين ومين وإيه بقى بص مستقلين سيارات الشرطة ده لما جم يقبضوا علي يا ضبط المحمد أكنهم راحين يقبضوا على بلادي يا لاهوتي يا لاهوتي أما ليه وكانت التهمة إيه يا سيادة المستشار أنت مسيح مع أنك ما أعلنتش ما أعلنتش حاجة أنت ما تصليش أه لا أنت منكر بالإستاذ هو فيه أمره بالمعروفة نايع المنكر في مصر وفيه حزبة في مصر ما هو ده اللي حصل معايا ولما جوقفت قدام المحكمة يوم تسعة أربعة أنا أتكلمك وقائق سابتة بالأوراق الرسمية أهيت إيه ده راجلة طيب كلنا عارفين اللي حصل لك كلنا عارفين يا باشا تبربست عليها ده في مهزلة ده في مهزلة عارف من ضمن البستات اللي محرزينها لي يا دكتور محمد عارف الفيديوهات اللي بيطلع فيها الشيوخ والناس تسخر منهم اللي موجودة لحد دلوقتي على اليوتيوب هل إيه أنا بشاير الفيديوهات دي طيب وأي حد ما بيشاير وكل واحد بيشاير ويبقى خلاص أنا واحد منهم الراجل اللي هو بيقول لك على الشاطئ امأنظر وبحلق يا سلام أيوا يا جوز البحلقة الله الفيديو ده ما زال موجود على النت دلوقتي وأنت تمنع من البحلقة لي إن الله يحب المبحلقين يا حبيب حلو كده حلو نهارك فل ده إنت يعني معرفش يا رب 9-4 لما كان بيفرج عني لما كان بيفرج عني يوم بقى خلاص بقى 9-10 شهور كفاية وبعدين 9-10 شهور يا دكتور محمد حطوني 3-10 شهور في قوضة مترين ونصف مترين أولا ما أنا شعار جاهز زي القوضة دي بتاع الجدارين كده عاملينهم جنب حمام وحطيني بقى مع 25 أو 27 إخواني في نفس القوضة ما ليه ده لهم هدف قتلك بسهولة يا باشا ده العيال دي وروني في الثلاث شهور دول بصي بقى وروني يا عمي ده ما نيمونيش من كده المشاكل والغريب ايه بقى دكتور محمد بصي بقى الغريب ايه العيال دي كانوا يصلوا وكانوا يجيبوا الظهر مع العصر والمغرب مع العشق اللي يعني ايه مأسورين اه اه صلاة الاسير مع ان كل يوم بيدخلهم اكل من اخواتهم اللي برا وبيدخلهم كل حاجة والدنيا زي اللي ولا ريحة الاسير ولا مطيخ انا يتعمل لقضية امن دولة وهم يتعمل لهم جنحة جنحة عادية ويطلعوا بعد شهر يبدوا يطلعوا فيهم بعد شهر مع انهم هم اللي معاهم المنشورات وانا حسبت اخواني سنتين ونص يا دكتور محمد يا ربي انا عدت سنتين ونص متوجيه لتومة الانضمام الى جماعة ارهابية ده امت ده ده انت تريد 18-18 اعتبارا من 13-18 يعني مرة انك انت مسيحي ومرة انك انت اخوان امال ايه وبعد الثلاث شهور دول يا سيدي يودوني تورا طب يحطوني فين بقى في تورا يحطوني في قوضة فيها حوالي 12 واحد محكم علوم بالاعداء يا لهوتي وعملين ناقد خدت من القوضة دي ثلاث زباين ونطالي على فكرة لان العل كانوا بي معاتوا يجيبوا الاضاة بتاعتهم ارهالهم وفسرهالهم ومعرفهم ايه يحصل معهم ايه واجرى ايه واجرى ايه واجرى يا ربي وانت خدت خبرة بقى ده انا بقيت مسجون محترف يا حبيبي ورمى روحتي يطلعوني يوم تسعة اربعة فالقاضي بيقولي القاضي بيقولي بقى ياريت نسكت بقى ونبلاش نكتب بقى ونتكلم قلت له خلاص ماش بلاش 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 فاما الراجل حضو اليسار بيقولي القاضي حضو اليسار بيقولي بس انت بتكتب كلام كفر قلت له كفر بمين قال لي كفر بالله قلت له طب انت مالك اعرف لو انا من القاضي او رجعوه او في القضايا دية بتبقى جاية تعليمات ان تطلعوه تطلعو ده تطلعو ده تطلعو ده انت فاهم انت فاهم يا مالك اوان اتحكمت اصلا انا ما اتحكمتش يا رب يسوع انا محد استمع دفاعي يا رب يسوع وانا كنت اولا المحامين شوف اضحك عن النقطة دي كمان شوف النقطة دي كمان عشان تعرف المجتمع المصري شكله ايه يوم ما كنت هيتحقق معايا في محامي والمحامي ده المشكلة هيعرفني واعرف كويس والمحامي ده دايما يترشح وعضوية نقابة شمال القاهرة فبيقول لي خير في ايه قلت له متاهمين بازدراء الاديان فهي ما عامل لي ازاي وانت ليه تزداري الاديان يلا سلام وقام وقت بعضهم وعمل الواجب ده حبيبك ده ده حبيبك اندغت بالك دخلت التحقيق كان شرطي الوحيد على النيابة اللي بتحقق معايا كانوا اتنين وكلان نيابة بيحققوا معايا وفي وجود رئيس النيابة قلت لهم لو تمحتوا اقولوا كل كلمة انا هقول اكتبوا كل كلمة انا هقولها لان اللي انا كنت بقوله يا دكتور محمد اياميها الرئيس السيسي نفسه الرئيس السيسي نفسه كان بيقوله الشيخ الاظهر على حكاية تجديد الخطاب الديني ما في حلقة حطتهالي في في القضية دية الحلقة دية كان في قناة كانت اسمها كانت اسمها مش عارف الحدث ولا ايه كده كانت بيت منقبة كده هي اللي لما روحت القناة دية تطلبني انا وعبدالله الرشدي فقعدنا في الحلقة كان في اياميها شاب اسمو شريف جابر مصر كلها عارفها مم فشريف كانوا متهمين بالالحاد مم فانا كان شريف جيه مسافر ابضوا عليه في المطار فانا رحت له المطار واهله رفضوا ان انا اتصل به اما ليه اما ليه اما ليه الملح تريف جابر ولو انت دخلت على النت دلوقتي هتلاقي قناة الرحمة ما زالت حتى على النت صورتي وعملين عليها اكس كده وكاتبين صهاينة العرب ده انت الكلام ده في 2018 مم مم كويس اه 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 اعملت مع الاستاذ عبدالله الرجدي في الحلقة فبيقول لي انت بتشكك في القرآن والودي المزيع كان اسمه محمد عطية وكان معاه بنت كده اسمها حسناء العيال من اول الحلقة هب بقى مهاجمين علي انت بتهاجم الازهر انت بتشكك في القرآن انت مش عارف بتعمل ايه انت محامي اه اه الملح الشريف جابر طب هو الملح الشريف جابر ده مش من حقه يكون له محامي اه لا ده 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 قانون كويس كده في الحلقة دي بقى يا سيدي وجهت سؤاله هو بيقول لي انت بتشكك في القرآن قلت له طب تعرف كده تبص للشاشة وتقول للمشاهدين تفسيرك ايه للآية رقم اربعة وخمسين اللي في سورك يونس وهي مش المفروض ان اللي بيتكلم في القرآن ربنا الا طبعا ايه بالراحة بس بالراحة بالراحة ربنا بيقول ليه الرسول وان كنت في شك وان كنت في شك ايه خاطرة جدا على فكرة وان كنت في شك مما نزلنا ما اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك مجدا ليك يا رب بيرفضوا بيرفضوا التفسير يبقى دلوقتي الرسولة يسأل مين مين اللي بيعرف كتاب في التوقيت ده مش اليهود والنصارى ايوه يبقى ان الرسول هو اسمع بقى الرسول هو كان بينه وبين اليهود والنصارى مباحثات نعم ده ربنا اللي بيقول نسأل انا يهوة الرسول فربنا قال لي اسأل انت شاكك في اللي بقوله لك روح اسأل اللذين يقرؤونك كتابة من قبلك لها تحليل غير كده فشيء طبيعه اعود مع اليهودي وشيء طبيعه اعود مع النصراني اي وكان دلوقتي مين في التوقيت ده كان اقرب النصارى للرسول كان ورقة ابن نوفل ده ورقة ابن نوفل هو اللي ثبت ثبت النبوة بتاع الرسول هو الرسول ما قالت على نفسه انه نبيك على فكري لا 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 ما قالتش الرسول رجع من الغارة على دور الرواية دكتور محمد بيرتعش وزملوني زملوني دستروني دستروني غطوني غطوني خديته خديجة وقدت له ايه مثلا تعالى وقامت راحة لورقة ابن نوفل فورقة ابن نوفل قال له ايه هذا هو النموس هذا هو النموس الذي انزل لموسى هذا إلغاء المسيح من ورقة ابن نوفل حتى الناس تفهم ورقة ابن نوفل ده كان مسيحي ازاي يا رب فما كان قال له انه سمع كلام ورقة ابن نوفل حتى يعني هات الآية الاولانية قال يا ايها المزمل مش هو بقول زملوني زملوني ايه يا ايها المزمل كم الليلة الا قليلة نصفه او انكس منه قليلة او زد عليه ورقة للترآن ترتيح وحنا لسه لحقنا مفيش مفيش حاجة ترتيح ونقول زملوني يا ربي يا ربي ايه القرآن اللي اتركتله ده بقى مفيش حاجة جات لسه لكن هاتوله يا مرسم هو دواتي يبقى اللي يقرأ يفهم مفيش بيهم طيب حصل ايه بقى يا دكتور محمد حصل ايه ايه انتسم المسيحيين وساروا في نفس الاتجاه زي ما الرسول بولس بقول انت قال من قال ان انت اللي هو ابولس ومن قال ان انت البولس ومن قال ان انت الصفه ومن قال ان الانقسام اللي هو بادئ من زمان ده اللي منه ورقة ابن نوفلت انا 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 ارجع بيك تاني لقضيتنا احنا اللي احنا بنعيشها النفاق 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 ان كان روح الله ساكن فيكم فلن يكون هناك كذب ان كان روح الله ساكن فيكم فلن يكون هناك جبن هييجو ناس في لا اخر يقولوا للمسيح احنا كنا بنكرز باسمك وكنا 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 قلوهم لا معرفكمش يا ربي سوء لأن هم كانوا بيكرزوا بغاية لنفسهم هم لتعظيم أشخاصهم هم عشان كده بعدوا الناس عن المسيح إنما المسيح الساكن في أرواح المؤمنين الصادقين به يحول دون أن يتصرف الإنسان مرة أخرى كما كان يتصرف وهو في الجسد العتيق يا رب يسوع عشان كده قالها النيكوديوموس يا رب يسوع شو بيقول لنيكوديوموس عبارة خطيرة جدا وبرضو محدد بيتوقف قدامها ما هي الأزمة دلوقت يا دكتور محمد أزمة تعليم سواء على المستوى العام أو سواء على المستوى الخاص ما هو ما دونت أنت من تشفاهم قضيتك كويس هو أنا أنا دلوقتي بكلمك كمحامي هو أي الفرق بين محامي ومحامي في محامي بيفهم أبعاد قضيته وبيسعى وبيسعى لمعرفة حقيقة قضيته عشان لما يقف يترافع قدام القاضي يكون على دراية بكل حيثيات قضيته طبعا المحامي الذي يسلك في الحق لا يمكن أن يدافع عن ظالم هتقول لي ما أنت لست أيل دلوقتي كل متأم لدي من كل محامي آه يا أخويا في محامين للظالم أروح لهم أنا ما كنت محامي للظالم أنا ما كنت محامي للكداب عشان بدأ إحنا كلنا محاميين عن المسيح يا دكتور أحمد أنا بالوقت أنا عايز أقول لك عشان السادة المشاهدين يفهموا القضية الآن بوضوح نحط الآن النقاط فوق الحروف أو تحت الحروف أو في وسط الحروف لازم نقول الحقيقة الآن المستشار نبيل كان نجما قبل أن يعلن إيمانه طبعا وبعد أن أعلن إيمانه أصبح حرامي وأصبح نصاب وأصبح عائل فلوس وأصبح بيقول أن أنا أمسيح عشان الفلوس فلوس مين يا أولادي لايه فلوس ايه فلوس ايه فلوس ايه أني يا رجل ما عايز في خطر أه أنهي الفلوس دي حزين الفلوس دي أصلا يا ربي يا سواحي أنتو اللي بتاخدوا فلوس أنتو اللي عاملين منظمات أنتو اللي بتجروا أنما إحنا لا بتجروا فلوس ولا عايدين فلوس إحنا بمذاككم غزبا عنكم مؤمنين بالمسيح ومؤمنين بالمسيح طب إنت لما لقيت التمن ده ما فكرتش تتراجع أتراجع عن إيه عن العلانية ده أنا بأعلم ده أنا بأعلم بإن أنا ندبح ودمي يسيل لأجل المسيح يا حبيبي ربنا يحفظك ليشهد لي دمي للمسيح ربنا يحفظك ده درس اللي بيسمعنا اتشجع اتشجع أنا واسك أنا واسك في أن المسيح هو ابن الله الحي هو الله الذي تجسد فعلا مجدا 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 هو الإنقاذ الوحيد للإنسان من الإنسان الشهواني مع هالآية واضحة انت عارفين الرجل ده حتى يدبح إنسان روحي حتى دكتر محمد هاد كرولتش تانية كده ايه 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 أنا مطلحة ايه ايه عشان تعرف الروح عشان تعرف الروح الروح واحد الروح واحد سدقاني ايه محضرها وانت بتتكلم كورونسوس التانية اتناشر عشرة لذلك لذلك اصروا بالضعفات والشتائم والضرورات والالطادات والضيقات لأجل المسيح يعني حينما أنا ضعيف فحين إذن أنا قوي أنا حضرتها لقيتها شلتها من على الخيط أنا حطت الآيات هنا ايه شلتها من على الخيط شلتها من على الخيط الروح واحد يا مستشار نبيل الروح واحد يا بابا يا دكتور محمد يا دكتور محمد أنت رجل أنت رجل حصلت على ما يقال عنه في مصر التعليم العادي تمام وأصبحت عميدا لكلية ولجامعة من جامعات مصر والآن أنت تجلس تشهد للمسيح هل أنت مجنون؟ مجنون بحب المسيح بالمنطق أنت مجنون؟ أكيد لا أنا أعرف لقد نجد الوقت كده عندي دكتور نفحص لك دماغك هلقى دماغك بيخرف؟ لا أكيد أنا عرفت النور كان ممكن ما عرفتش عمل في السر إزايك ما عرفتش لما شفته وعرفته طلعت بره فعلا زال مجنون مجنون أنت بقى أنت تجلس بره أنا مش طالع أنا مش طالع بره أنت مش راضي أنا مش طالع آه عشان أعلنها قد تعمل لك هات سفر أعمال الرسل كده إصحاق 19 وأنا هقولك أنا مش طالع ليه؟ حاضر يا عمي سفر أعمال الرسل 19 هات سفر أعمال الرسل 19 نعم يا عمي لا بكلم بولوس الرسول وأنا سأعرف لك أعرفك الدنيا مش تزايا لأن الدنيا خطيرة محدش فاهم القضية صح 19 19 من أول عدد واحد أو خلينا أو خلينا في ساعة 18 من الآية 24 من العدد 24 ثم أقبل ثم أقبل إلى أفاسوس يهودي اسمه أبولوس أم خلي بالك من أبولوس ده بقى لحسن أبولوس ده شخصية خطيرة محدش برده الخلفية أم 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 إسكندري الجنس أم إذن المسيحية موجودة في مصر من قبل مرقص أم في القرن الأول رجل شو بقى إسكندري الجنس رجل فصيح مقتدر في الكتب يعني مثقف دي مميزات الناس اللي بتعرف المسيح كويس أيوة المسيح بيناء الزهن يا دكتور محمد زي ما بيناء الروح مجدا لك يا يسوع مجدا لك يا يسوع المسيح بيوصل معاك لمرحلة إنك بعد ما كنت بعد ما كنت تمارس الخطأ بكل سهولة أو تمشي في الخطأ بكل سهولة ترفض مجرد ورود فكرة الخطأ على بالك مجدا مجدا وإذا تحطيت في تجربة أو في موضوع يحتمل إنك تمشي في الخطأ المسيح بينبهك ويقول لك إيه بعيد مجدا لك أسوع أهد عظمة المسيح مجدا مجدا يا رب وإذا كان مثقف أبولوس كان خبيرا في طريق الرب مم وكان وهو حار بالروح وهذه نقطة مهمة جدا برده لا يمكن أن يتكلم عن المسيح بقوة إلا الذي هو حار بالروح وهو وهو ده السر اللي احنا عملناه دكتور محمد أنا وإنت وغيرنا مجدا لك يا رب إحنا مش مجانين إحنا مش مجانين ومش مخبيل مجدا لك أسوع وكان هو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب هنا السر جاية هو بقى عارفا عارفا معمودية يوحنى فقط يبقى إذا أبولوس ده كان واقف عندي إيه عندي يوحنى فقط ليه؟ ليه؟ لأن هما كانوا ليسا في مرحلة إثبتهم لليهود أن يسوع الناصري هو المسيح مه... 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 كيف بقى و تعالى في أول تسعتاشر فحدث فيما كان أبولوس فيه كورونسس أن أبولوس بعدما اكتاز في النواحي العالية جاء إلى أفسوس لو ركزت في الحتة دي انت واللي بتسمعني المسيحية تأسست في هذه اللحظة انتهى عهد برق موسى نظرين نظرين على الرب بواجه المكشوف نعم حبيب نعم فإذ ودد تلاميذ تلاميذ يعني ناس مؤمنين برضو ولكن زي ما قلنا وقفين عند ايه عند معمودية يوحن اللي هو المعمودية بالماء معمودية التوبة اللي اول ركن من اركان الامام برضو هل فقال لهم شو بقى فقال لهم هل قبلتم الروح الكدس لما امنتم شوف السؤال قالوا له ولا سمعنا انه يوجد الروح الكدس ينهر زرق ولكن الناس مش فاهمة يا بتقرأ ايه فقال لهم فبماذا اعتمدتم اما انتم اعتمدتم ايه فقالوا بمعمودية يوحن الله الله كمان انتم كمان بمعمودية يوحن يعني انتم وقفين عند معمودية يوحن شو بقى شو بقى بولوس الفارس اللي قابل المسيح وقابل المسيح وحل المسيح في روحه فنقل الينا روح المسيح ونور المسيح ونار المسيح امين يا حبيبي امين 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 فقال بولوس ان يوحن عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب ان يؤمنوا ان يؤمنوا بالذي يأتي بعده اي بالمسيح يسوع مجدا كلما تبعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع ولما وضع بولوس يديه عليهم حل الروح الكدس عليهم يبقى اذا الروح الكدس ده لا يحل على اي حد مجدا الروح الكدس ده ريح بتهم زي ما قالها ان كدومس ما انتش عارف يا جاي منين وراح فين اللي ربنا بيبقى مختارهم زي محمد رحمة وزي نبيل النقيب وزي اندرو حبيب وزي 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 هم دول اللي بيقبلهم ربنا هو عايزهم مختارهم هيجي اربعة وعشرين هيجي اربعة وعشرين هيجي اربعة وعشرين وهيخرج راجل اسمه محمد رحمة مسلم اطلا ولد مسلما وربية مسلما وتعلم مسلما وحصل على التعليم وهو مسلم ولكن في لحظة اضاء الروح لعينيه فوقعت الكشور من عين محمد رحمة زي مواعت الكشور من عينين بوتروس من عينين بولوس ماشدليك يا رب فخرج محمد رحمة يشهد للمسيح بعد هذا الزمان هيطلع واحد اسم نبيل النقيب كان اكثر مخلوق قبل ما يعرف المسيح يا ماشدليك يا رب مجدليك يا رب لتقع ايضا الكشور من على عينيه ويقبل المسيح ويعلن المسيح ويقابل كراهية الجميع ولا تعنيه كراهية الجميع لست احتسب شيء مجدليك يا سوء مجدليك يا سوء مجدليك يا سوء لح تخيف من الاتهاد ولحنا خايفين من جوع ولحنا خايفين من سجن ولحنا يلزمنا معونة اي بشر لان ملعون من اعتمد على زراع بشر مجدليك يا رب وانا انا انا يعني انتو انتو متصورين هذا الصوت الصارغ في البرية من داخل مصر انتو متصورين دا مانا لذلك انا عايزة اكتفوه يا اخوي المسيحي انا عايزة اكتفوه اقعب جنبينا اقعب جنب الخدمة يا اخي دا انتو بتخاف تشير الحلقات دا انتو بتخاف تعلن عننا دا انتو يا اخي خلي الجنبنا يا اخي يا اخي احنا واخدين توكيل منك نبشر باسمك طيب وقف معنا ادينا هذا التوكيل يا اخي شجعنا صلي من اجلنا اعمل اقل شيء ازند الخدمة ما تخافش انك تشير ما تخافش انك تعمل لايكات ما تخافش ما تخافش يا حبيبي ما تخافش المسيح عفظك اتغلب عالخوف ما تحولش يكونوا حكماء الى كونوا جوبنا لا 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 بيحوروها 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 المسيح نفسه ان لا تخاف ايها القطيع الصغير المشكلة انهم كمموا افواه كمموا افواه المتنصرين الجدد المؤمنين الجدد العابرين كمموا افواهم وطلبوا منهم ان لا يتكلمهم يا باش يا فوق اقولك على حاجة دكتور محمد محدش عارفها اتفضل الا اتنين ثلاثة وهم دلوقتي هتلاقي حد منهم تابعنا لانه على طول بيتابعني هم تاب فيه كنيسة من احدى الكنايس بلغ الامنة عن مية وعشرين عابر من المسلمين يا يسوع ما تزعلوش مننا ما تزعلوش مننا طبعا هنكلم مننا دي حقيقة والناس عارفاها والعيال اتشردت ما تزعلوش من المسلمين يعلم ربنا فيه خادم هنا اول سجين في موضوع ناهد متولى نبيل البطل نبيل بسادة ده عطل الخبر ده من اسبوع قلتوله انا مش مصدق قال لي اجيبلك الاسم قلتوله لا انا انا اصلا انا اصلا المسحين بيزعلو مين اللي داخل بيتكلمني ده الو مبيل بسادة ده رجل محترم على فكري كان صديقي زمان ما عرفش راح فيه موجود في امريكا هنا جنبيا ما عارف ما عارف كان صديقي ايام الصفحة اللي سرقت ايوه 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 هو بيسلم عليك دايما ربنا يسلم عمره ده رجل محترم وقف جنبي لما كنت محبوس اعمل ميوت اعمل ميوت ازاي اخويا الغالي استنى انا ما عرفش انه يا جي ام في ايه؟ في حاجة؟ مفيش يا دكتور مفيش كامل كامل يا دكتور مفيش باكم طيب، يعني كله تمام؟ يعني كله تمام يا دكتورwave ماشى يعني انا ام 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 اممن ومية وعشرين اتابد عليهم مش اتابد عليهم بلّغوا فيهم العإله هربي اللي اتابد عليه بقي واللي هرب هرب والخلاص المهم اللي عايز ضاعه طب ليه؟ ليه عمل كده؟ ما تعرف؟ ما تعرف؟ وهم بيكردوا لأنفسهم بيكردوا لأنفسهم هو المسيح آيل كده المسيح آيل كده يا دكتور محمد المسيح آيل الكلام ده كله هات انجيل هات انجيل يوحانا خمسة كده؟ يوحانا خمسة يوحانا خمسة يا دكتور خالو خالو ياه كيفين يا خالو؟ سلام ونعمة نكمل مع المستشار وبعدين نرجع نتكلم مع بعض خليكم معانا المستشار سخنة قوي ومش قادر سكته مش قادر سكته هات اسحاب خمسة كده؟ او يوحانا خمسة الخمسة اللي هي بتاعة الشهادة عن الابن هات عدد واحد واربعين عشان ما نطولش عن الناس واحد واربعين مجل من الناس لست أقبل ولكن قد عرفتكم قد عرفتكم أن ليست فاد عرفتكم أن ليست لكم محبة الله في أنفسكم يا رب يسوع لك معاه بس تركز أن الحتة دي مهمة جدا معاك حبيب معاك المسيح اللي بيتكلم هنا ايوه أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه يا رب كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجد بعضكم من بعض والمجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه يا رب يا رب يا رب حد عنده قلبي يتحمل الكلام ده حد منافق حد كذاب حد بيضيع النفوس خلينا كمل الآية الأخيرة دي خمسة أربعين ستة أربعين ستة أربعين ستة أربعين لا تظنوا لا تظنوا أني أشكوكم إلى الآب يوجد الذي يشكوكم وهو موسى الذي عليه رجاءكم لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لأنه هو كتب عني فإن كنتم لستم تصدقون كتب ذاك اللي هو موسى فكيف تصدقون كلامي سمحنا رب سمحنا سمحنا لأنكم حضرين كتب موسى الله إذا كنتم موسى يتكلم عني وأقول لكم عني يبقى تصدقوا كلامنا إزاي 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 قرأوا الكتاب وإزاي يملكون الكتاب وإزاي نشأوا في حب الكتاب وولدوا مع الكتاب ثم يمكرونه هل هذا النفاق ناتج عن معايشة إخوتنا المسلمين طبعا ربنا نهلنا عن المحادثات الرديئة رسول بولوسنا عن المحادثات الرديئة المجادلات كرونسوس رومية وكرونسوس وأفاسوس رومية وأفاسوس وكرونسوس الأولى والتانية كفيلين كفيلين بأنهم يعلموا البني آدم كل كيف لماذا هو مسيحي كيف يكون مسيحي كيف يسلك كمسيحي كيف يعيش كمسيحي كيف سينساكل كمسيحي ما خلاش هذا الرسول بولوس في الرسالة ما قال هاج وقبل من بولوس هو بولوس مؤمن بمين؟ ما هو بولوس مؤمن بالمسيح هو مين اللي فاتح عين بولوس؟ هات الإصحاعة التاسع كده من أعمال الرسل؟ هات الإصحاعة التاسع؟ ما هو هو وقت بولوس تسع من أول من أول عدد وقت أم شاول نعم أم شاول فكان لم يزل ينفو استهدداً وقتلاً على تلاميذ الرب فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات خلي بالك بقى هنا كانت لحد الوقت ده كان اسمهم شيعة يسوع الناصري أهل الطريق كانوا بقول عليهم أهل الطريق وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات حتى إذا وجد أناساً من الطريق رجالاً أو نساءاً يسوقوهم موساقين إلى أرشلي يعني الحبس والأرض والبهدلة والاضطهاد لولاد المسيح مش جديد يا دكتور محمد نعم نعم أنت مجرد مجرد تبررك بالمسيح هذا في حد ذاته طهد ليه بقى ليه لأن انت لو ماشي وباصص على الحديقة كده هتلاقي الزهرة المنورة المفتاحة الأشواك دايماً بتجيمة نعم 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 لازم اللي على الأرض يصعك لازم على الأرض يعمى لازم على الأرض يموت لأنه مش هيتحمل السماء ولا هيتحمل نور السماء لحظة يا جماعة لحظة 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 شاول كان لازم يؤكد ده أنت يا شاول متعلم اليهودية وحافظ الكتب وحافظ عن ظهر قلب ده كان تلميذ غمالاقيل ده كان قاعد تحت رجل غمالاقيل وكان يتفوق على أكرانه على فكره وكان هو المرشح أنه يكون مكان غمالاقيل مجداً يا رب مجداً يا رب مجداً يا رب مجداً يا رب لقلب لك غمالاقيل ده لقطة مهمة جداً ما ننساهش لما أعضاء السنهدريم اتجمعوا لما أعضاء السنهدريم اتجمعوا على أساس على أساس ان هم يقتلوا السلام ذا جئوا منهم بقى جئوا من بطنس و جئوا من يحقوب و جئوا من يحلوا والتهقيل اللي بيهللوه في العلية بتاعيتهم وكانوا بيروحوا المجمع بتاع اليهود يصنوا فهم خايفين بقى على الناس اللي يستنوا الناس مهمة هتنضمنهم فقرروا انهما يكتوا التسعة وستين عضوة للسنهدريم قرروا يتخلصوا من بوتروس ومن معقوب ومن يوحنة ومن ناسلائيل ومن فلوبس واخوته تلع مين؟ تلع مين؟ تلع غملاقيل غملاقيل ده الرجل الحكيم بقي واحد اللي هو غملاقيل لانه اهل حكمة ولانه برضو صادق في ايمانه مهمة دول رجال الله بقى مهمة دول رجال الله بقى مهمة دول رجال الله ودوود نفس الحكاية مهمة دول رجال لهم استنوا اذا كانوا دول زي اللي سبقوهم قبل كده هينتهوا زي اللي انتهوا قبل كده انتوا فاكرين كذا وكذا وكذا اذا كانوا من الله ايوا فلا نقدر ان نحارب الله الله كلامه حل مجدا شوف حكمة غملاقيل هي اللي انقذت بوتروس ويعقوب ويحنى والتلامس كويس؟ بولوس ده بقى او شاول ده كان التلميذ النجيب عند غملاقيل ده يعني معنى كده انه هو رجل مملوء بالحكمة ومملوء بمعرفة الكتاب ومملوء بكل صغيرة وكبيرة مقتدر بالكتب زي ما بيقول الكتاب مقتدر بالكتب عشان كده المسيح ما بيختارش يا دكتور محمد دي نقطة مهمة جدا لازم نعلنها للناس المسيح ما بيختارش البهايب المسيح ما بيختارش الأغبية ما تودي لاش في داهية بس اسمع لا بالحقيقة المسيح بيختار الناس اللي قالبها طيب ضميرها مستقيم روحها نظيفة مثقفين فاهمين أما لو أبولوس 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 ليه؟ أبولوس سمع له بالوعد في أباسوس وفي كرونتوس لأنه كان مقتدر بالكتب وكان مصري أبولوس كان مصري وإحنا مصريين طبعا عجبان عجبان الآية دي انت خلصت موضوع أبولوس ظهر له المسيح اللي هي أي بقى الآية أنا هي آية اللي عجبك الآية ستة وعشرين من ايه؟ اللي بنعاني من نفس الأعمال الرسل تتعة اللي بنعاني منها إحنا اللي هي ستة وعشرين ولما جاء أرهلا كان وبعدين ولما جاء شاول إلى أرشل اتفضل لما جاء شاول إلى أرشلين حاول أن يلتصق بالتلاميذ وكانت جميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ طبعا ما ضل حصل لنا يا باش ده واحد كتب لي بص مخصوص بص مخصوص بص مخصوص على العام يقول لي أنت بتتكلم عن المسيح بأمارة ايه؟ ده أنت لسه مؤمن بين بارح وكان المسيح ده وارسبوه وأنا أتحدى أتحدى إذا كان معرفته بالكتاب عشر معرفتك أنا أتحدى يا جدي ربنا يبركه بس اللي احنا بنقوله انتوا بتحاربوا عيال ربنا ليه؟ عيال الله أنا كان لي اكتب بعمله اسمه عيال الله توقفت بسبب المرض نحن عيال الله يا دكتور محمد احنا عيال الله يا دكتور محمد ايوه ايوه كان عنوانه كده وإحنا أولاد المسيح يا دكتور محمد وإحنا أولاد المسيح وعن نعيش ونموت في المسيح يا رب يسوع لأنه يعلم كلش نستحقها يعني انت رافض تطلع ورافض تسقط اسمعني بس ويحصل اللي يحصل وبتعاني ويحصل اللي يحصل والضيقات والاضطهاق أضاب والإشاعات ويحصل اللي يحصل والجوع ويحصل اللي يحصل مجزل لك يا يسوع هذا نحن ايوه الأحباء هذا نحن هذا نحن إبعا تخلي الشيطان يضحك عليك يقولك دولة طلعين غرض أي غرض أنا غرض أنا غرض أنا غرض دنيا وإحنا عايزين يا دكتور محمد لو إحنا عايزين نعيد زيهم نقدر نعمل أنا كعقلية قانونية أنا كعقلية قانونية أقدر أخطط للجريمة الكاملة ولا تتكتف يلا يا عم وأنا كان ممكن هي عباية وسبحة عباية وسبحة وقلبية بيضة واللسود يا باشا أنا لو أنا لو أنا لو مشيت في الطريق الإسلامي كان زماني دلوقتي ولا خالد الجندي دا ولا غيره ولا غيره ولا غيره ولا غيره ويقدر أخدامي احنا اخترنا ياسوع احنا اخترنا الحق احنا اخترنا الحق وبنشهد للحق وبنشهد أنه إله حق من إله حق نور من نور الله عليك الله عليك ايه دا انت النهاردة مش ممكن قبل ما نسيبك بس كنت عايق مش هنقول أسماء ناس أنا أعرفهم وأنت تعرفهم أول ما عرفتهم من عشر سنين أكتر قالوا لي احنا بنعلن إيماننا وسجلتلهم اختباراتهم بلقاء بلقاء موجود يعني اكتب اكتبوا هيطلع لك اختبار فلان دكتور ميم ميم را اخد بالك بعد شوية لا الشغلانة مش جايبة ما هو أنت عملت اختبارك وخلاص تبقى لا أنا ألعب على الطرفين ألعب في المنطقة الرمادية اخد بالك النفاق 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 لا يغادر أي منافق تشوفه اعرف كويس على مسؤوليتي أنا أن الروح الكدس لا يسكن بداخله ممش ممكن ممش ممكن جاي مثلا الجريمة اللي احنا بنرتكبها كلنا ونقول اي احنا كلنا بنعبد إليها واحد لا لا طبعا لا طبعا أنا إله الذي أعبده إله الذي أؤمن به هو الإله الذي أنا عرفته بالمسيح يسوع نجد لك يا رب هو ده الإيمان الحقيقي المسيح يسوع المسيح يسوع هو كلمة الله وروح الله هو الأول وهو الآخر هو الألف وهو الياء هو البداية والنهاية هو البداية والنهاية هو يسوع الناصري الذي ظهر وحوكم وصلب وقتل وقبر وقام من الأموات في عهد بلدس البنطي مجدا لك يا يسوع يعم طيب أنا أنا بس قبل ما أسيبك أشوف هاي حد عنده سؤال قبل ما أسيبك الجماعة على التوك توك عايزين أسألوك اتفضل مين عادي مين معادي اتفضل المسيح دكتور سلام المسيح كنت فيني ارمية كده برضو ارمية كنت مشغول شوي صدقني دكتور كيفك يا غبارك حبيبي أهلا بيك معانا سيادة المستشار على الهواء نورتني يا سيادة المستشار كيفك يا غبارك شكرا رب ينور طريقك حبيب قلبي يسوع يسوع يحفظك أمين يا رب فضل أخوي جون ووك مساء الخير مساء نور سلام المسيح مع الجون بس بعد أخوي جون كنت محتاج بس اتكلم كده اتفضل أخوي جون احنا في البداية بس احبا اعرف عن نفسي انا جون من العراق انا مسلم سابق وعابر الى نور الرب يسوع المسيح له كل المجد اله كل المجد له كل المجد له كل المجد اه بس اه عندي استفسار بس بس اتفضل اه من من ناحية انه بصراحة يعني من ناحية انا راح منتظر بس اه الشباب وبعدين ادى استفسار لانه هو كلام طويل يعني فما احب اخذ وقت الشباب يكملونه اني بعدين جون ووك لانه ابن جيسس هو قبلك كان انا اعسف لانه طلعت ما بعرف لانه عبالي انه كان يعني عنده يعني كان حاكم مع الدكتورة وشي تفضل اخي ابن جيسس اهلم انا اهلم بالكل بس انا ما يعني هو طلع وطلع ومشي من غير ما ماشي معلش معلش جلام ونعم اخي ابن جيسس انا كان في موضوع بس عايز اطرحه بعد ازن الجميع ينفع تفضل شكرا لحضرتك ثانية اهدا هي دكتور محنة نعم هي دكتور محنة ماشي من انجل ماتة سبعة اشوف بس السؤال ده اشوف السؤال ده وبعدين انا اقفل عليك استرط المستشار حبيبي انا 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 عايز يعني عندك حاجة لانه اه 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 ادخل بسرعة لو سمعت عشان وقت الراجل ده اه انجل بيقول ليس كل من يقول ليه يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل الذي يفعل ارادتي ارادة ابي الذي في السماوات نعم سيقولون في ذلك اليوم يا رب يا رب اه ليس باسمك تنبأنا وباسمك اخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة نعم تمام اه طبعا هنا اه فاجد اصرح لهم اني لم يعني اه هو بيقول اني لم اعرفكم قط تمام اللي هو اه 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 النبي او الا يا ولدي يا ولدي موضوعنا النهاردة مع السياط المستشار انت عايز ايه يا ولدي ايه سؤالك عشان نقول وقت السياط المستشار لازم نقفل معاه انت سؤال جيزيس عندك كلمة للمستشار انا ما عنديش وانا هستنى لحد ما هو يخلص تمام انا عايز اللي عايز اسأل سياط المستشار قبل ما اقوله باي باي ربنا معاك لانه وقته ضيق واحنا موجودين مع بعض ايه 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 سؤالك يا بن جيزيس انا مش فاهم خلينا نتكلم كلمتين دكتور اللي عندك سؤال للمستشار لانه الاخونا مستشار موجود معانا على اليوتيوب وبي اسمعنا فاللي عندك كلمة الاخ المستشار اه يتفضل في عندك اخ مسلم طالع اه طالب جيزيس اه اتفضل اخ مسلم مرحبا بيك فوق دماغنا اتفضل صعدوا اتفضل هم غرفة ولا ايه احنا على التوك توك معاك اه اه اللي انا لازم تكون عندك ده مهم اتفضل اتفضل عارف ليه اه اه والكلام ده في الحلقة اللي انت تعملها مع الدكتور مع الشيخ طارق هيقول لك لانه كاتب بص بالمعنى ده المسلم المسلم مؤمن بالمسيح ولكن مشكلته مشكلته انه رافض قيامة المسيح هم بمعنى صح هو رق ما هي القيامة القيامة هي بداية الايمان بوجود الله الحقيقي ووجود ملكوت الله وبالمسيح الحقيقي باسم الرب يسوع امين لانه محدش قام قبل كده امين يا حبيبي امين امين ربي يباركك على عموم ربنا يبارك خدمتك ويبارك حياتك وما تيهمكش من اي كلام اشكرك لا 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 ده احنا صامدين انت معزز انت معزز مكرم في امريكا محدش يقدر يعمل لك حاجة انا وانا هنا في مصر قابل قابل لكل لكل حرب وكل اتهاد لانها ستكون ضد المسيح وانا على ثقة انني سانتصر ليه لانه هو قال سيقودونكم الى المجامع لا تهتموا سينطق الروح الكدس عنكم امين 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 يا ربي محمد وكل متابعينك يصلون انا انا عندي هو نور وهو الحق اللي عايز يقبلوه يقبلوه واللي مش عايز يقبلوه هو حر انا 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 عايزك اه اه اعزيز المشاهد على اليوتيوب وعلى التوك توك انا عندي اهو مية وخمسة مشارك وعندي اه حوالي مية اه اربعة وتسعين الف لايك كلنا وعندي حوالي ربعمية على اليوتيوب اه كلنا نصلي للسيادة المستشار نبيل النقيب ربي cute ربنا يا حبي عبيبا نصيحة للعابرين نصيحة للعابرين يا سيدة المستشار لورين بتسألك نصيحة للعابرين لا تخافوا لا تخافوا لا تخافوا لا تخافوا من آمن بي من آمن بي سيحيا وإن مات وإن مات لن يقدر عليكم أي أحد مجدا ولا تنسلوا المسيح لا تنسلوا المسيح اتأملوا في سيرة اتأملوا في سيرة بطرس ويعقوب ويحنى وفيلوبوس ونسنائيل وبولوس وغيرهم 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 يا ربي لماذا بذلوا أرواحهم وبذلوا حياتهم هل هم مجنين مجداً لك يا رب اثباتوا في الرب لا اتصال لا اتصال يا دكتور محمد لا اتصال بالله الأعلى الخالق القادر المكتدر الا بالمسيح يسوع مجداً انا هو الباب انا هو الباب من دقل بيه خلص ووجد مرأة من رآني فقد رأى الآب نعم نعم اهلا بيك قولاً وحداً يا عزي قولاً وحداً قولاً وحداً يا لورين قولاً وحداً لا تخافوا ولا تهتموا لا تهتموا بما للغد يكفي الغد شره نعم حبيبي جو دخل ومشي ولا موجود ما تخافوش ما تخافوش السيادة المستشار ده كنت تسمح لي مين معايا أنا جون بس كنت عاوز أقول كلمة بس السيادة المستشار اتفضل يا أستاذ جون نصيحة كمان وهي نصيحة كمان لكل أخواني الحاضرين اللي زي تمام يا جماعة أنا في العراق وأنا لما أمنت أعلنت إيماني وعيش في الخطر لكن ما بخافش ماش دليك رغب عليكم راب راب عليكم ربنا قال ودافع عنكم ودافع عنكم وأنتم تصمتون يا جون يا جون اسمعني يا جون يا جون اسمعني في مصر يتم تكميم أفواه المتنصرين العابرين المؤمنين الجدد الكنيسة مش عايزاهم يطلعوا يقولوا اختباراتهم بتعتبر ده خطر على الكنيسة وأنا وأنا بقولهم طب أنتو أنتو مش قادرين تجيبوا المسيحيين نفسهم أنتو مش قادرين تدوا للمسيحيين المسيح العقيقي ده يتفعشوا منهم أجيبوا أهلنا المسلمين مين يجيب أهلنا غيرنا مين يطلع يتكلم يقول لك رحومة أصله برا الله ما أنا بأعرض نفسي وأهلي وكل حتي في خطر هو أنا اختبت هو أنا استخدمت الكلام استخدمت اسمه مستعار ما أنا بأطلعه وأنا بأشهد لرب المجد وبوعلن مع المستشار نبيل النقيب أتمنى وشاوة قلبي أن أكون من الشهداء يا رب يا رب يا رب أمين يا دكتور محمد يا دكتور محمد يا دكتور محمد الكتاب الكتاب يجيبك على سؤالك ولما ولما رأى الجموع هات هات متى خمسة خلي الشباب خلي الشباب يسكتوا بس ثواني معليش يعني معليش معليش استنوا 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 بس خلينا عشان الرجل هيمشي بعد كده متى خمسة متى خمسة متى خمسة ولما رأى الجموع متى خمسة ايوه الموعدة على الجبل ايوه حبيبي لان فيها سر لما رأى الجموع دي اتفضل حبيبي ولما رأى الجموع صعدة صعدة الى الجبل يبقى ايزا انت هنا لما تعوز لما تعوز تقول حاجة مهمة وتقول حاجة واضحة وتقول حاجة الناس كلها لما تسمعها يستفيد منها اللي هتدخل قلبه يبقى انت لازم تبقى في النور لازم تبقى على خمة الجبل صعدة ايوه ايوه لازم تبقى على خمة الجبل ما تنزل لهمش انت في السوق في الغوغاء يا سلام الله عليك ما تروحك انت كمسيحي تدعي انك مسيحي وتروح تقلد غير المسيحي غير المسيح هيقول عليك ايه هيقول عليك ايه منافق هيقول عليك منافق وكداب اه فلما رأى الجموع صعدة الى الجبل يقول لهم ايه في اغرى التطويبات طوبة للمطروضين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات يلا عم اه انت هو تخدت ايه خدت اجمل تطويبة خدت ملكوت السماوات يا حبيبي يا حبيبي لانك انتردت من اجل البر يا حبيبي طوبة لكم اذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من اجل كاذبين خلي بالك اقفلين سانية واحدة اقفلين سانية كاذبين كاذبين دي لانهم ممكن يقولوا عليه بسبب بسبب لا بسبب الاهمال بسبب الاستهتار بسبب النفاء اللي هو موضوع حلقتك يقولوا عليه كلام وحش بس تصدقين ليه ليه لان احنا اللي وصلناهم لكده لكن هم في الحقيقة كاذبين هم 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 هذا معنى كلمة كاذبين فأبوا وتخلوهم يقولوا على المسيح كلمة رضية وهم معتقدين ان هم صادقين لا هم كاذبين يا رب يسوى انا انا عايز اخبره اخر حاجة فرح الرب لأن أجركم عظيم في السماوات مجدا مجدا يا رب مجدا يا رب انا كنت النهاردة بصلي وراء وراء يعني ايه اقول ايه الانبا ايه 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 انا ربنا يبعث الروح الكدس على كل بيت في مصر الله بركك حبيبي صدقني انا انا انت يصرب من كل هذه البيوت من يكرأ ويفهم ويعلم ويؤمن لتخلص النفوس جميعها لينجوا كلهم من العذاب والجحيم لن ننقذ الا بايماننا شوف بقى عشان تعرف اهمية وجمال شوف الصلاة الربانية اللي قالها لهم ما قالهمش حاجة فوضى بس بس المسيح ده عايز ناس نورا ماش دليك رب ماش دليك رب ماش دليك شوف بقى ابانا الذي في السماوات يبقى دي واحدة ابانا كلنا في السماوات ماشي ليتقدس اسمك ما نقدرش ما نقدس اسمك وممكن غيرنا يكون بيقدس بس مش فاهم ليأتي ملكوتك هو هنا بقى ملكوت السما تأتي لنا تأتي علينا عايشينو عايشينو ليأتي ملكوتك لتاكل بصبا لتاكل مشيئتك مجدا مسلمين كل شيء لربنا مجدا كما في السماء كذلك على الأرض ده اتحاد خلي بالك هنا اتحادت السماء بالأرض مم مم كما هي مشيئتك في السماء الآن بالمسيح أصبحت مشيئتك على الأرض مجدا مجدا خبزانا كفافانا شوف الطهارة شوف القناعة شوف الرقي شوف الأدم شوف الجمال خبزانا كفافانا أعطنا اليوم لأنها من ضمن اللي عيش لبكر نحن لأننا كل النار ضحيل وقوي الحت تجيبنا القريش والقطاية اللي متقطع عليها وجنبها بتاعت عدين الجرجير يا السلام ما أجمله بقى السمكة مشموية كالترخير الدنيا إنما فيش داعي خالص للمواعد والبطون والهم وأن يبقى عايش حياتي عشان أكل بس خبزانا كفافانا أعطينا اليوم شب بقى الجمال عشان تعرف إنه السمى نزلت على الأرض مشيئة السمى أو قوانين السمى بقت هي قوانين الأرض عندك كإنسان اغفر لنا زنوبنا كما نغفر نحن للمزنبين إلينا أنت لن تكون مسيحي إلا إذا غبرت لمن يسيء إليك زي ما استفانوس عمل كده بيرجموه وبيموت ووشهم نور وبيقول لا تقم لهم هذه الخطيئة يا رب لأنهم لا يعلمون يا رب يسوع يا رب يسوع نكمل إحنا بقى كمسيحيين لازم نقول إيه في الصلاة دي بقى بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الكوة والمجد إلى الأبد آمين شكرا ربنا يبركك سعد نبيك سعدتم مع المستشار نبيل النقيب ورسالة إلى المنافقين إلى الخائفين اعتبق بالحلقة بإذن رب يسوع بإذن رب المجد إلى المزعورين قوموا قوموا من نومكم قوموا قوموا الرب يقيمكم الرب يسمح أحيانا ببعض الضعف لكنها تستسلم للإنحناء قوموا بولوس على فكرة على فكرة دكتور محمد بولوس جات له لحظة ضعف مرة لما كانت استفينها تغرأ ومتقدرين يسيطروا عليها آه لوقة جميل كاتبها برضو تقريبا في أعمال كم وعشرين كده فأم فربنا جاء له بعث له ملاك قال له بولوس ما تخافش ولا الناس اللي معاك دي تخاف لأن الناس اللي معاك ديت أنا هنجيهم عشان خطرة أم بولوس بقى طالع ما بولوس دك هيات برضو بولوس ده أكبر طعنة أكبر طعنة لليهود حبت دي قاعدة في الماغة فأم بولوس ترى قال لهم إسمعوا إلهي الذي أنا له إلهي الذي أنا له والذي أعبد أنا مش أتهلك يا الله ولا تزعالوا نفسي أنا له دي يعني إيه يعني إحنا كلنا كلنا أوعية للمسيح كلنا كلنا للمسيح يحصل يحصل اللي يحصل فينا بقى دكتور محمد مجد لك يا رب مجد لك يا رب إن عيشنا فلن رب نعيش أعزائي المشاهدين إحنا وصلنا ساعتين على اليوتيوب كان ربي هذه أطول خلقات على اليوتيوب ده حي يا للمستشار صلاتنا معه صلوا جميعا وسأواصل البث على التوك توك وبعد ما نعمل التوك توك للسيادة المستشار يكون معنا دايما على قناتنا وعلى قناة ولا نعمل قاله على التوك توك هو يحييكم ونحن سعداء به اليوم في حلقة خطيرة رسالة إلى المنافقين رسالة إلى الساكتين إلى المنحنين إلى الزميين قم افتخر بصليبك افتخر بمسيحك مسيحك لا يعرف الانحناء ولا الركوع ولا النفاق ولا الجب الخائفون لا يدخلون الملكوت انتظرونا أعزائي المشاهدين في حلقات جديدة سلام رب المجد معكم آمين 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 مع نهاية هذه الحلقة على اليوتيوب